الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة بكتن الأمريكية العالمية ويشيد بنشاط الشركة في بصر الجيش الأرقي يبدو عملية عسكرية جديدة للقضاء على الإرهاب على حدود سوريا والأردن وسلطات سينية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بثام فيروس كورونا إلى 1113 حالة التاسع سباحا السابع بتوقيت جرنة جموزة الإخباري الجديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لنشاط شركة بكتن الأمريكية العالمية في مصر والتعاون القائم معها وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020 أكد السيسي حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات الشركة العالمية ليس فقط في قطاع البترول والغاز وإنما أيضا في قطاع النقل والتشييد وكذلك في مجال معالجة وتحلية المياه بحث وزير الخارجية سابح شكري مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وذلك على هبش وجوده بواشنطن للمشاركة في مفاوضة سنة تهضى وأكد جانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب وتصدي الانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والسحراء قالت بعثة الأول المتحدة للدعم في ليبيا إن الأطراف الليبية المشاركة في اكتباع المسار الاقتصادي لمؤتمر برلين بالقاهرة اتفقوا على أليات لجنة الخبراء الاقتصاديين وعلى أسس عملها وقالت البعثة في بيان إن المشاركين قد أكدوا أن القسام المؤسسي والذي طال أبده في ليبيا والسياسات المتباينة أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي لسيب القطاع المصرفي دلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان الدياب ثقة مجلس اللواب بأغلبية 63 صوتا من أسل 84 نائبا وحجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة في حين ابتدع نائب عن التصويت في تلك الأتاء أعلب الصليب الأحمر اللبناني أعلن إصابة 200 شخص في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بمحيط مجلس النواب ووسط العاصمة بيروت أعلن الجيش العرقي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة تهدف إلى القضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمر خصوصا في محافظة الأمبار والمناطق المحيطة بها على الحدود مع سوريا والأردن وأفد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي أن العملية التي تحمل اسم أبطال العراق تأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها عمليات إرادة الدسر خلال براحلها الثمانية هذا ولم يذكر البيان أن قوات التحالف الدولي تشارك في هذه العملية الجديدة طلبت وزارة الخارجية السورية المكتبع الدولي بالتصدي للعضوان التركي في إدلب وحلب واستهداف البناطق المأهولة بالسكار وبعض نقاط العسكرية وأشارت الخارجية السورية إلى أن التحرك التركي في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية المندحرة أبما تقدم الجيش السوري لافتت إلى أنه على المجتمع الدولي اتخاذ المواقف الواجبة لنجم السلوك العدواني للإضافة التركي ودعمه أن لا بحدود الإرهاب في سوريا وليبيا أعلن زعيم تيار صدري في العراق مقتدى الصدر حل القبعات الزرق ودع القوات الأمنية إلى فرض الأمن وفي بيان نشره على صفحته عبر موقع تويتر كشف المصدر عن ضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المقبلة مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق في أحداث مدينة النجاف قال الرئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز دقراد أن الوضع الاقتصادي لجزائر يمر بمرحلة حرجة متعهدا بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واكتباعية هذا وأشار خلال عرضه خطة حكومته أمام البرلمان إلى أن الجزائر عانت من إدارة سيئة وكارثية خلال الأعوام القليلة الماضية أدت إلى إهضار ثروتها وأوضح جراد أن الديد العام للبلاد وصل إلى 45% من ناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي مرتفع من 26% في 2017 قال أنور جرجاش وزير دولة الإماراتي للشؤون الخارجية إنه لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية هذا وأكد جرجاش في لقاء للجمعية الإماراتية في لندن أن بلاده تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حال سياسي مضيفا بأن تدخل في اليمن حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني أعلنت السلطات الصينية ترتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1113 في الأثناء وصل وفد خبراء الدولي تابعاً لمرضمة الصحة العالمية إلى الصيد بهدف دراسة مصدر الفيروس وأثاره ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن وزيلاً خارجية الأمريكي مويك بوبيو قد أبلغه بأن تقدم ملحوظاً قد تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة والطالبان حول اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأضف غاني في تغريدة عبر وقع تويتر أن موبيو أبلغه في اتصال هاتفي بأن طالبان تقدمت باقتراح يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العوف رياضياً فز فريق بيرامدز على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشرة من الدوري المبتاز بهذا الفوز ارتفع رصيد بيرامدز إلى نقطة 29 في المركز الرابع بجدولي ترتيب الدوري بينما تقبض رصيد فريق المقاولون العرب عند النقطة الثانية وثلاثين في المركز الثاني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نهاية المغز لمزيد من الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر